بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتبعينها الكرامة وسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها كده عن النادي الأعلى هنرد فيها ضد يعني ما يحدث من مهازل والله العظيم تلاتة اللي بيحصل مهازل تخطط كل الحدود لكن بعد إذن حضرتك صلى الحبيب قبل ما نتكلم عن أي حاجة ولايك على قد ما تقدر يعني عايز أوصل بالفيديو ده لأجبر عدد من الأهلوية المحترمين عشان الناس تشوف اللي بيحصل من الإعلام المصري لأ حاجة تجنن حاجة تشتت العقل الإعلام المصري المبجل بيدافع عن حقوق الرجاء المغربي وإزاي الرجاء المغربي ما شاركش في بطولة كاس العالم على حساب الأهلي المصري حاجة تخليك تتجنن حاجة تخليك يعني ما عرفش ما عرفش إيه اللي بيحصل بدل ما الإعلام المصري المبجل يقف في صف النادي الأهلي المصري بين زفرين النادي الوحيد اللي بيرفع راس مصر واسم مصر وسمعة مصر في أي مكان في الدنيا الإعلام النهاردة البرامج الرياضية دون استثناء كلها بتتكلم في سكة الرجاء الرجاء هو الأحق الرجاء هو الأقدر حتى برنامج مهيب حتى برنامج مهيب اللي هو بيجيب الناس تقعد تهجس وتركب تريندو وتعمل جايب الأخ طارق السيد اللي كان يعني تأثير الستة واحد لسه مؤثر عليه للدرجات دي قال لك من حق الرجاء أنه يحافظ على حقوقه عشان يشارك في كاس العالم مكان النادي الأهلي هو أنا أعرف أن الغل وحش وأن الغل صعب وأن الأكلان والحرقان صعب بس مش للدرجات دي مش للدرجات دي يعني تدرب ابن بلدك هو مفيش خالص يعني للدرجات دي الخسة وصلت بنا للدرجات دي أن ناس تطلع تهاجم وتستضيف رئيس الرجاء المغربي ونتكلم عن حق الرجاء المغربي وأن حق الرجاء المغربي أنه يلعب كاس عالم بدل من النادي الأهلي إحنا ليه ماشيين بالعكس يا جماعة ده أنتو غلبتوا الإعلام المغربي ده الإعلام المغربي ما عملش كده والله لا في قناة ولا في صفحة ولا في مجلة ولا في فتفيت السكر حتى بيتكلموا عن فرص الرجاء الكل خلاص هو خطاب رسمي طلع من الفيفا والكاف الأهلي هو اللي هيشارك والوداد هو اللي هيشارك خلاص خلصت خلصت لكن تتفاجئ أن الإعلام المصري بيفتح قنواته بيفتح حلقاته بيفتح الهوى متاح مباح لرئيس الرجاء اللي مش قادر يطلع يتكلم في بلده إحنا بنقوله تعال 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 الحم تعال إحنا هنجيب لك حقك من الوحش اللي اسمه النادي الأهلي الأخي هاني هتحوط أيا كان موقعك وأيا كان تفكيرك اللي خلاك تستضيف رئيس نادي الرجاء عشان يطلع يقول أنه ليه حق في المشاركة بدلا من النادي الأهلي دي لا مهنية ولا شطارة يا جماعة في وقت من الأوقات الحيادية بتبقى خيانة لما يبقى فيه أزمة مبين فريقين فريق من بلدي بعيد بقى عن انتماءات أبيض وحمر وصفر وفي صدقي وفريق من بلد تاني الحيادية هنا خيانة وجريمة فيش حاجة هنا اسمها مهنية مهنية دي تحطها وتطبها وتحطها في النملية مفيش حاجة اسمها مهنية مفيش حاجة اسمها شطارة هنا المهنية والشطارة أنك تقف في صف بلدك في صف النادي بتاع بلدك أنك تعمل رأي عام لصالح النادي بتاع بلدك مش العكس مش العكس يعني هتحوط أنك تفتح قناة صدى البلد وأنا بوجه شكوى لرئيس أو ملك صدى البلد رجل الأعمال الأهلاوي المحترم محمد أبو العنين أعتقد اللي حصل نارد على شاشة صدى البلد ميردكش كأهلاوي في المقام الأول مش مقبول إطلاقا أن الإعلام النهاردة والبرامج الرئيسية لقت الزمالك مش عارف يجيب حقه ده زي كان لي حق أصلا ومش عارف يشارك في كاس العالم فنروح نجيب الرجاء المغرب ندخله وتحطه عشان يشكك في مشاركة النادي الأهلي هي دي الوطنية هي دي الوطنية النهاردة والمهنية أنك تجيب رئيس نادي منافس للنادي الأهلي عشان تسخانه على النادي الأهلي في حتة المشاركة في كاس العالم يعني حتى الكلام والتصريحات بتاعت رئيس الرجاء ما تفهمش منها حاجة يعني الرجل قال لك إيه؟ قال لك لحد النهاردة أنا ما شفتش جواب رسمي من الفيفا للأهلي طيب ما إحنا نشرناهولك إحنا نشرناهولك النادي الأهلي والاتحاد المصر للكورت القدم طلعوه روح يسأل فوز الأقجع فيه خطاب وسل للأهلي ولا ما وصلش قال لك لازم يحصل زي ما حصل في مونديال 2013 لما الرجاء شارك لما كاتل بطولة في المغرب أمنت بيك يا رب ده مش فاهم أصلا ده مش فاهم الرجاء شارك هو معنى أن الرجاء شارك في 2013 أصبحت دستور أصبحت قرآن لا يتغير وهو أنت شاركت ليه في 2013 يا سيد الفاضل شاركت لأنك كنت بطل الدوري في 2013 وما كانش بطل دور الأبطال في 2013 نادي الرجاء كان بطل دور الأبطال وقتها النادي الأهلي فكان عادي شارك بطل دوري المغرب وقتها لأن ساعتها يبقى فريق واحد من المغرب نفس الحكاية الموسم ده أنت أصلا مش بطل الدور المغربي ده الناس بتاكل بليلة جامد أنتوا بتضربوا بليلة أخوالنا مع كامل الاحترام لشعب المغرب لكن ده شخص مش مسؤول مش معنى أن المغرب تصطديف البطولة يبقى أصبح قرآن منزل أن لازم الرجاء هو اللي يشارك حتى لو الرجاء هابت درجة عشرة الرجاء هو اللي يشارك لايحة البطولة واضحة وصريحة أنه ممنوع منعا باتا أن يشارك فرقين من نفس البلد وحصل قبل جدا في 2007 نادي أراوة رد الياباني كان مستضيف البطولة وكان هو بطل دوري أبتال آسيا ما طلعش نادي عيوتا من النص من اليابان قال له كان عايزة شارك مع النادي بتاع بلدي ما طلعش وشارك سبهان أصفهان اللي هو وصيف دوري أبتال آسيا 2008 نفس الحكاية شارك أدلايد يونايتد لأسترالي كوصيف قال لك الرجاء هو اللي يشارك طب أنت يا هانيا حتخط ما ردتش ليه أنت لو بتتصف بالمهنية والموضوعية كنت ردت على الرد اللي أنا قلته أنك مش عشان أنت الرجاء المغربي شاركت قبل كده يبقى لازم تشارك كل مرة الإعلام المغربي أتحدى لا في قناة ولا في صفح حتى صفحات الرجاء نفسهم ما تكلموش ولا تناولوا تصريحات هذا الرجل لأنهم عارفين أن الكلام ده ولا لأي لازمة الكلام لا هيقدم ولا هيأخر لكن بنعمل شوشرة وخلاص هانا حتخط عايز يعمل شوشرة وخلاص عايزين نعمل بروباجندة وخلاص مفيش ولا إعلامي ولا قناة مغربية تكلموا ولا إعلامي ولا قناة مغربية استضافة أي مسؤول من النادي الأهل عشان يتكلم عن نهائي دورة أبطال أفريقيا قبل كده بسبب الملعب ومش الملعب ليه الناس بتحاول تحط في نفسنا جون هو ده الإعلام ده إعلام واكسة والله العظيم لو الإعلام بالشكل ده يبقى إعلام واكسة تخيل أنت لو بلدك بتحارب تروح تستضيف ناس من البلد المعادية ليك وتطبلهم وتعملهم وتبين قضيتهم قدام العالم كله ده اسمه إعلام الواكسة والخيبة والويبة ده إعلام خيبة وويبة إبراهيم فاية النهاردة عجبني جدا إبراهيم فاية بالرغم النظام الكاوي لكن عجبني جدا 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 قال إيه إبراهيم فاية قال لك أنا مش فاهم إزاي ناس مصريين وبيتكلموا وبيشككوا في مشاركة النادي الأهلي ومش عايزين النادي الأهلي يشارك في كاس العالم انتو مصريين إزاي انتو مصريين لحد ما تقفرق انتو مصريين إزاي اللي يشاكك في مشاركة النادي الأهلي واللي مش عايز الأهلي يشارك في كاس العالم أنت خائم انت عميل انت معندكش سفر وطنية أصلا معندكش وطنية ناس كلها بتحارب عشان اسم بلدها يترفع والأهلي والأهلي النهاردة لما يروح يشارك في كاس العالم عالم مين اللي هترفع؟ عالم مصر عالم مصري يا شوية مش عايز يقول شوية بهايم يا شوية بليلة يا شوية خوانة عالم مصر برايم فايق قالك ما فيش حاجة اسمها حياد للاعلام المصري انت لازم تساند غزبة عنك النادي الأهلي غزبة عنك لازم تساند النادي الأهلي ما فيش حاجة اسمها حياد حياد ديت لو أهلي وزمالك يبقى في حياد لكن أهلي وفريق بره مصر الحياد هنا خيانة الحياة هنا جريمة أخ فيه باخل اللي كده طالع على قناة البليلة قالك الأهل يلعب كاس عالم بصفته إيه قالك كفاية فضايح بقى الأهل تالت الدوري والمبارر الوحيد اللي يخلي الأهل يشارك في كاس العالم النكولر سويسري ومقر الفيفا في سويسرا والخطيب بيلبس ساعات ماركتها السويسرية أظن كده واضح الفضيحة لا يا لأ ده انت طلعت يعني يا ترعة المفهومية يا ترعة المفهومية بمخ برلانت آه إحنا رايحين كاس العالم عشان كولر سويسري والخطيب خد ساعات سويسرية خلاص كده ارتحت هديت والنبا جماعة حد يجيب لبتاع الفول دوت مرهامين كينا كوند عشان الأكلان اللي عنده يهدى شوية ايه ده والله العظيم ما شفنا كده الواحد شاف كتير وقليل ما شفتش كده وإحنا هنفضل لحد إمتى في المستنقع ده هل النهاردة لو كان نادي الزمالك هو اللي هيشارك كنا هنلاقي ناس تعمل كده في الزمالك أبداً 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 أنا معرفش إيه الحقد الكبير والدفين ضد النادي الأهلي يا جماعة عرفونا يا ناس يا مسؤولين عن الإعلام عرفونا يا كرم بي يا جبرة عرفنا يا الأخ بتاع نقابة الإعلاميين بتاع حرية التعبير عبد المعرفونا عرفنا هل الأهلي نادي مصري يستحق المسندة والدعم ولا نادي غير مصري بس مش عايزين أكتر من كده مش عايزين أكتر من كده الأهلي مصري والأهلي مشرف مصر والأهلي وجهة مصر والأهلي غصب عن أي حد نادي الوطنية الأول في مصر ما يجيش بقى شوية رعاعة غوغاء يحاولوا أن هم يدلسوا أو يطمسوا الحقيقة دي عارف أن الأهلي حارقكم لكن مش للدرجات دي مش للدرجات دي خلى عندكم دم في ماتش بيراميدز جمهور الزمالك شتم أو هاجم مصطفى فتحي وراحوا روّقوا مصطفى فتحي ترويئة تمام محدش عاقب جمهور الزمالك محدش عاقب جمهور الزمالك في ماتش البنك نفس الكلام ميسكو أبو جبل روّقوه ميسكو أبو جبل روّقوه هتفات وإساءات والكلام ده كله لدرجة أن أبو جبل النهاردة نزل صورة ليه مع والدته الست الفاضلة وقال لك حقك عليها يا أمي منزل قلوب للسيدة الفاضلة والدته أهو صورة أبو جبل وأمه بعد الإهانات اللي سمعها وسمعتها والدته في المباراة ومع هذا راب تتلندية والمحترفة ودن من طين وعين لا ترى لا تسمع لا تتكلم لا أرى لا أسمع لا أتكلم هو لحد أنت يا جماعة هيبقى فيه فئة من الجماهير لها معاملة ومعاملة خاصة ضد النادي الأهلي النهاردة كابتن جمال جيمي فولا قال لك لاتنبرج موجه أن الأهلي ما يخسرش الدوري ثلاث مرات وربعات عايز أقول لي جيمي فولا اتقل لا اتقل لا فولا يا فولا يا شمعة يا مناورا شرفت إخواتك لأربعة ولا بقولوا عليها إيه يا حلوة يا باميا يا مقمعة شرفت إخواتك لأربعة يا فولا اتقل لا شو أقول لك أكتر من كده الأهلي خسران نقطتين مبارح ولو ضرب الجزاء ما تحسبتش وفي طرد كمان في الديها 63 ما تحسبش ده مش كلامي ده كلام خبراء التحكيم هو عشان كلاتن بيرج فضح اللي بيحصل يبقى كلاتن بيرج أهلاوي هو أنتوا لي يا جماعة اللي بيبقى محترم تقولوا عليه أهلاوي آه لأن ما فيش غير الأهلاوية آه في زمالكوية محترمين كتير لكن فيه ناس زي جيمي فيقول له كده واخد كده أن اللي بيتكلم في الحق ده أهلاوي أهلاوي لاتن بيرج طلع أهلاوي الرجل اللي جاي من اليونان طلع أهلاوي لكن عصامة عبد الفتاح ده يعني قال الله وقال الرسول عصامة عبد الفتاح ده رجل الاحتواء الأول الجميل اللي مفيش زي واثنين في مصر ده اللي المفروض يشتغل لأنه ليس أهلاويا ولكنه رجل الحق رجل المبادئ عصامة عبد الفتاح كان حل لكن كلاتن بيرج عشان بيفضح الحكام بتوع الاحتواء كلاتن بيرج عليه مش كويس يعني عايز أقول لل كابتن واي الجمعة النهاردة كان منفعل جدا كان له تصريح مهم جدا النهاردة تصريح ده غسل فيه اتحاد الكورة واللي شغالين في اتحاد الكورة قال لك انتم المنتخبات العربية ما عندناش حجج عشان نتقاهل لكاس العالم في 2026 قال لك فيه 48 منتخب هيشاركوا في كاس العالم مفيش حجة لاتحاد الكورة المصري انه يغيب عن كاس العالم اللي جاية وإلا شوفوا لكم شغلنا تانية صحيح شوفوا لكم شغلنا تانية جماعة عايز أقول لك بكرة كيروش هيفضح اتحاد الكورة قدام انفنتينو نهاردة كيروش قالها صريحة بكرة هفضحكم قدام البلد كلها قدام العالم كله مش البلد قدام العالم كله هطلع أقول لك لا تنبقل جاية انفنتينو ان الشخص ده اللي هو مسؤول الاتحاد المصري للكورة القدم اللي اتعقد معايا عار على الكورة في مصر هو فيه فضايح كده انتو مستنين ايه تاني لا فيه كورة ولا فيه كاس عالم ولا فيه بطولات ولا 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 هجيبولنا كمان العار هجيبولنا الفضايح قدام جياني انفنتينو ربنا يديكم على قد نيتكم يا مسؤول الاتحاد الكورة شكرا لكم السلام عليكم